اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العزيزة الله ارحمه. الله ارحمه. وهو بيصور ايه هنا? الهجان. رقفة الهجان. طبعا. نهيه. نهاية التمانينيات وش كده? اه. انت باجي الاستاذ نور دي برداش. كان بيعمل مسلسلين في وقت واحد. اه. اسمه صرخة بريق. ومسلسل اسمه الطفان. اه. الحيطة دي لو تتكلم. هتقول حاجات كتير قوي. اه. استوديو خمسة ده اللي فوقينا. كانوا بيعملوا فوزير اه بعملوا اه اه هو وهي. هو وهي. الفوزير هنا. والفوزير هنا. اه. واحيانا في استوديو خمسة. هو وهي. السندريلا. كانت ليها اه 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 اوضة بتباد فيه. اه. شوف اله. من هنا هزيها يا مصر. هزيها يا اليودي الشرق. لابد ان نقدرها. احنا كان عندنا معرجان. كنا بنعملوا زمان. بيعملوا اتحاد الازعاء والتليفزيون نظبوت. وكان هزا المعرجان. في تسعينيات. صح فيها. طبعا. اه. لغاية لا لغاية الفين وعشر. بابدأ من التسعينيات. اه اه. بابدأ الفين وعشر. اه. فالمعرجان ده كان. انا بعتبره بيت الايلة. الايلة العربية. كنا بنلتخي كلنا. صح. تلاقي من كل اللجنة. انا كنت مسلا عضو لجنة استسراء. عضو لجنة. معاك بقى من سوريا. وبدأ انا. بدأ هنا. احنا بقى كده روحنا للمدينة. بس. الدورات الاولى كانت هنا. كانت هنا. تعرفنا على بعض. احتكينا ببعض. عرفنا بعض. عرفنا مخرجين. عرفنا مؤلفين. عرفنا. اتفرج. بينا نتفرج. مثلا. اتعندك التمسينات زعية. فتلاقي البرنامج مش هافيه. في غياب. في غياب. هذا المعرجان الكبير. صحيح. المهم. بقى فيه فراغ. والفراغ قدى لزهور حاجات انا راضي عنها. وحاجات انا مش راضي عنها. ايه اللي مش راضي عنها. ازاي. فجأة اي حد. يطلع اقولك ايه. احنا عاملين معرجان مسابقة ده احسن ممثل ده. ام ام. وناس لاها متخصصة. وناس لاها فهمة. وفيها اشياء يعني لا تليق. صحيح. لا تليق. فيه ناس صدقة. لكن مش دي مكانة مص. طبعا. المكانة بتاعتنا كبيرة اوي. احنا احنا بس. فا. فكرنا ان احنا. نعمل فكرة وهو مهرجان القاهرة للدرعون. طيب هزا المهرجان. قعدنا لا تناقش. ام. كل حبابنا وصحابنا وبتاع. احنا عاملين حاجة كويسة في النخابة دلوقتي. ان احنا بنشرك مش اعضاء المجلس بس. لا بنشرك زملاء. انا. الدايرة واسعة. الدايرة واسعة. وعملين جروب كبير. عليه ناس كتير. بتدي نتكلم. وعندنا قضايا كتير. فانيجي نقول ايه والله القضايا الفنادي. ها. اخدها مسلا اشرف ومصطفى. وفلان. انا من المجلس معي ثلاثة اربعة مش المجلس. القضايا دي اخدها. جال المهرجان ده. برضو من ضمن الحاجات. عملنا له لجنة. وقلنا قوضوا فكرة. قعدنا نفكر. ومن ضمن الافكار. هل يبقى مهرجان مصري فقط. ولا عربي. ولا الاعمال التي تقدم في رمضان فقط. ولا طول السنة. قعدنا نفكر افكار كتير جدا. فانا دايما مستعجل. انا عندي مشكلة ان انا مستعجل. ورأيي ان اطرق على الحديد وهساخن. صح. قل تعالى نبدأ الدورة دي. ولتكن اعمال رمضان فقط. ونعمل لجنة عليا. ومصرية فقط. ومصرية فقط الدورة. مصرية بمعنى مش اللي على المنصات المصرية. اه لا مصرية معنى مصري مصري بالأبطال بالمخر. يعني الممثلين ممثلين الأبطال من الصينيين للآخر. حيب. تمام? تعالى نعمل الدورة دي. واحنا بنعمل الدورة دي كده. ونشغلين فيها. احنا عملنا لجنة عليا. اللجنة عليا بنتيج تشتغل على اللي جاي ايه بقى. بس خلوها نبدأ. خلونا نبدأ. وبالفعل آآ آآ يعني آآ ناس كتير استعدت. فكان فيه دور مهم جدا وهو من رئيس هذا المهرجان. احنا كنا نحطين ان فيه شوية حاجات لو قدرنا ننجح فيها. يبقى المهرجان في طريقه للنجاح. بإذن الله. ان شاء ربان. فانا الواحد تعرض. طيب دكتور ريحيا معانا. وفعال جدا جدا جدا. يا دكتور ريحيا. قال لي انا مع النقابة في احاجة ومع الفن ومع مصر. انا وكي. فده اول مكسب حقاقنا. طبعا. تاني مكسب ان انا اتكلمت مع الاستاذة المخرجة الكبيرة. انعم محمد تعليم. الله الله الله. ان تكون رئيسا للجنة التحكم. لان احنا زي ما استاذ فارق يعني تعلمنا منه وعارفين واعتقد ده مهم قوي في كلامه اللي هيقوله ان شاء الله. ان اي معرجان بيقاص بنزاهة النتيجة. صح. نتيجة نتيجة موضوعية حقيقية. طبعا. ليس فيها شبهة مجاملات. معرجان عدة. كسب سمعته. حرار. انما احنا بقى عاملين معرجان بقى عشان نوز على بعض. وينكرم بعض. عشان كده اخترنا الاستاذة انعام محمد علي. ثم الضلع الثالث المثلث وهو تنظيم المعركة. فلجأنا لشركة متميزة. ده اللي هي بي او دي. والناس لما عرضنا عليهم الفكرة حطوا او ديهم في ادينا. حل. وبدأنا نوزع مهام. كل حاجة مدروسة بالمسطرة. بالمسطرة فيها الزروش. فيش حد بيغز. دكتور يحيا. قال لي ايه ما تشغلنيش كتير. فتقول لها لا. انا بعد ما مشيت ليتو بيكلم لها ليه? اشرف انا فاضي الاسواق اللي جاي كله. 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 فبقى ايه? كل الخامس دا يكلمني. اشرف ايه راك لعوشك ايه? مش عارف ايه? في دعمل ايه? نسوي ايه? فتحول لشاب صغير متحمس حماس غير عادي. عجبته الحكاية. اوي. فتحمس ليه? اوي. من كام يوم بقول ايه? يا جماعة عجروب بتاعنا. يا جماعة عايزين نعمل اجتماع. اول واحد دي تقول ايه يا الله. فالحقيقة انا سعيد بعودة الروح للقسرة الفنية المصري. صحيح جدا. اه اه بعتقد ان شاء الله ان هذا المهرجان بازن الله يعني يسد فراغ مهم جدا ويبقى ليه هدف. ومش معمولة عشان نوزع جوائز. طيب ما نوزع جوائز من دير هرجانه. وزي ما يحصل لفتاعه. لا. عندنا هدف. ولجنة التحكيم في توصياتها اللي انا منتظرها بفرغ الصبر. نتحدث لان الخط الباني للدراما المصري. الحمد ولله في تصاعد. احنا النهاردة احسن من امبارح. وامبارح احسن من اول امبارح. والحقيقة المتحدة الشركة المتحدة الليها بتدوره مهم جدا. جدا. امبارح. ما الحمز الاختيار. بس احنا قمنا عاملين ايه. اتفقنا من اول دي. الاختيار تكريم خاص. تكريم خاص لوحده. وبدأنا نشتغل. ولجنة التحكيم بدأت تشتغل. والحمد لله. والدعي ان اللجنة يعني يعني من وجهة نظري يعني انها محيدة جدا. ولو احنا مش عايزين لجنة محيدة وكناش اختار من النازل. صحيح. طبعا طبعا. طبعا. انا هستأذن حضراتكو جميعا فيه فاصل قصير. وهستأذن كمان استسطارق. انا عايز هرجع بعض الفاصل استسطارق بهذا الشاب الرائع. لانه بيجسد جيل. وفي نفس الوقت هو جاي من فن كلاسيكي جدا. هتبقى رؤيته ايه من جيله. ورؤيته ايه الرجل حرفته وفنه وشغفه حالة كلاسيكية جدا لهذا المهرجان. وبعدين طبعا. مستسطارق لما هنيجي نتكلم معاه بعد كده. مستسطارق بقى هو اللي هتطلقينا القطة الفاطسة في الحاجة. يعني ايه. مباجل ايه. لذا شاكر. والنبي. والله ايه. ودي صعبة دي ما بتحصلش كتير. اول مرة. اول مرة. بتحصلش كتير دي. هستأذنك وهروح لفاصل. اسماء فعلا بخليك لازم تتفقل خيرا. يعني اسمي ياحي واسم دكتور اشرف. هو اسمي مدام انعام. يعني اسماء لازم. ولاجنة تحكيم درميلة ورائعة. اقولوكو حاجة حتى قبل الفاصل والله. انا من انصار دايما يلا بينا نطلع على القطة الفاطسة لانه دي الحاجات اللي بتخلينا نجري ورا يعني اللي هو ايه. انا مش عايز عندي غلطة. واحنا اديها وقدود ان شاء الله. ان شاء الله. ايه جهز يا مصطفى. انا جهز. القعدة دي ليك انت. خلاص. اقول لنا تعبدين والله. خلاص. خلاص. فاصل ونكمل الكلام. طيب. مصاسي. دلوقتي يخيبون انه جد الترحيل بضيوفنا. الاعزاء دكتور أشرف زكي. استاذ طرق الشناوي. وان شاء الله الدكتور قريبا مصطفى حجاج عندما ينهي كامل دراساته في الدكتورة. ان شاء الله. مصطفى. زي ما كنت بقول المسألة ان ناحيتك هتبقى جيلك. ده من ناحية. بالضبط. ومن ناحية تانية انت جاي من اعمق اعمق فن شديد الكلاسيكية شديد الرقية. فهتبقى رؤيتك عاملة ازاي وتوقعاتك وتصوراتك لمهرجان القاهرة للدراما. النسخة الاولى اللي هتطلع. وبعدين ده رئيس المهرجان دكتور يحي. اه يعني مفيش. لا هو طبعا دكتور اشرف بس قبل اي حاجة بيدينا دفعة للشباب عمتا. يعني واقف جنبنا بشكل مش طبيعي. يعني ما حاسينه اب واخ وصديق في كل وقت. فدايما بنتعلم منه بصراحة. وانا نبقى عضو مجلس في نقابة المهن التمثيلية. ده من نسبالي شرف كبير جدا. فدايما دكتور اشرف بيطلع بالمفاجآت في المجلس. فقرر فجأة فكرة المهرجان. اه طبعا يعني احنا كانت فكرة برضو ان مفيش مهرجان للدراما تعامل خالص. فاحنا بالنسبة لنا احنا هيبقى لينا نظرة ان احنا عايزين نكبر المهرجان. هو لسه الدورة الزيرو. كنا عايزين يعني كنا هنبدأ من السيزن الجاي. بس لا هو الدكتور عشان بستعجل دايما طول الوقت. فعايز لا نبدأ من رمضان اللي فات. يعني رمضان مسلسلة رمضان اللي فات. هندخلها في امام لجان التحكيم. بالظبط. حلو. فاللي جاي بقى ان شاء الله النظرة اللي على بعد محتاجين نكبر المهرجان. يبقى للوطن العربي. ايوة. هنا بقى الوطن. هنا الهدف ان احنا نكبره. وكمان مش الوطن العربي بس. لا احنا ممكن يبقى فيه من اسبانيا مثلا. ضيف شرف. يبقى فيه يعني يبقى فيه كذا. كذا اوبشن. نفكر فيه ان احنا نوسع بدائرة المهرجان. فده بالنسبة لي طبعا يعني. او بالنسبة لنا كلجنة او مع دكتور اشرف. فده بالنسبة لنا دهنا يعني دفع ان احنا نعلي سقف التفكير شوية. ان احنا نوسع فكرنا شوية. لان يعني احنا برضو التاريخ بتاعنا احنا المال والبنون. رأفات الهجان. يعني طبعا احنا فيه جيل ممكن يكون ما يعرفش ده يعني ممكن دلوقتي. بس انا من الجيل ان انا يعني انا اجيل يعني شوفت رأفة الهجان كنت بحبه جدا يعني. كنت باتفرج عليه. كنت كنت صاني يا مصطفى. لازم. اه اقول 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 يا مصطفى. انا اربعة وثلاثين. يا حبيبي. اه. يعني انا. يعني من شوية كان فيه حقبة زبنية انا مكنتش فيها اصلا مكنتش طولات. اقول لك. يعني. المسلسلات انت قتلين مسلسلات عظيمة. اه. بس انا الجيل بقى اللي كان بيشوف مسلسلات لبياد واسود. اه لا انا مكنتش موجود. يعني من شوية كان قبل الفصل كان فيه احنا بنتكلم في ستينات وسبعينات. اه لا انا مكنتش موجود اصلا. فده بالنسبة لي طبعا وبالنسبة لزملائنا حاجة كبيرة وما زلت طبعا بتعلم من دكتور اشرف. يعني نفس اتعلم منامش زيه. الزهر بتوعب اللي دول ما بيتكلمش كتير. احنا معولين عليه شيء. اه رجل بتاع اداء مش بقى. لا لا خالص خالص بنتكلم كتير والله بس. اه بنتكلم. لا بنتكلم. وعلى فكرة قبل ما مصطفي خلص اطلبت منه يفكر لنا في مهرجان للبالي والفلون الشعبية. اه. ده بقى هيبقى متخصص. اعمل كده وبقوة. هنعمل كده. ده بجد. هنعمل كده. بفكرة لامعة وعظيمة. بالي والفلون شعبية. الاتنين. احنا البلد اللي فيها فرقة رضا. اه. بالزبط. احنا الفئة القومية. بالزبط. احنا القناة الشعبية احنا. يا خبر ابيض. مثل اتريضا دي. والقومية دي. يعني جاهز صفر. اه طبعا. سفيه. يلفوا العساق. طيب. هنا اروح بقى ليه مستستارب. انا لفت نظري الاول في كلام دكتور اشرف ان احنا الدورة دي او النسخة زيره بالتعبير الصحفي هتبقى دراما مصرية مية في المية. ولفت وكت هسأل. لقيت مصطفى اللي واحده بيقول ويمكن ان شاء الله الدورة اللي بعدها هنوسع الناتقيب على المنطقة العربية. لانا كنت ساعت هقول ايه. طب وليه دي احنا مصر. مصر دي هي اول انتاج درامي عربي. انا محتاج اشوف الشركات العربية ويعرضوا المنتج بتاعهم عندنا. ونشوف ونقيم فيه لجان مشتركة فيه ومصرين عرب ومصرين مصريين وما الى ذلك وهكذا. هل اقدر اقول انه ده واحد من ضمن المكتسبات المرتقبة انه يبقى المهرجان اكبر واعم واشمال. واظن انه حيبقى فيه اطلالة كمان دولية. وانت اشرت. محكاية اسبانيا. اه حيبقى فيه. انا عايز اقول انه انه التفزول مصري دايما ارتبت ولك ايه. بدأ عملاقا. فعلا بدأ عملاقا من ايام الدكتور حاتم. طبعا. وكان سامير صبري. الله يرحمه. الله يرحمه. كان بيقدم بيقدم مهرجان عالمي في الستنيات. هو اللي بيقدمه. وبيجيب من نجوم العالم. وسامير اللي انه بيجيب عدة لغاته بيرقص ويغني ودمه خفيف وعنده حضور. كان بيطلع على المسرح. هو لسه قال انه كان لسه طالب في الاداب او كده. وبيقدم الحفل العالمي. مش حتى مش القومي. انت عارف تواجهه كان قومي. تواجهه مصر. ستنيات تواجهه قومي. مع رئيس جمال عبد المصر. انما كان فيه تطلع كمان عالمي. فاحنا اذا كنا بدأنا دوليا. فمفروض ان احنا فعلا النسخة دي. لانه ده كلام يحي الفخراني وكلام عشرف. انها النسخة زيرو. وانه كان طموح يحي قال لي انه هو طلب منك انه نعجل. لما نبقى عربي. فانت قلت له لا خلينا. وجهة نظرك بردو سليمة. خلينا نبدأ وبعد كده نطور. وجهة نشخة قال انا مستعد. قال له 21 مش كده بحث. كم؟ اه في شهر 9. كمين سبتمبر. هتعلن النتائج ونبدأ هنا فهو قرروا ان يكون نسخة زيرو. طبعا انا عشت المرحلة واشف كمان لانه كنا من التقي. لما كان مهرجان نزاع وتفزيون هنا. في المسبين وبعد كده راح. راح على المدينة. والكل اللي جان تحكين من العالم العربي كله موجودين. والعنوان مصر. وكان اجمل ما في المهرجان ده. انه ما كانش فيه توجهات انه مصر تاخد الجوائس. لا. اولا معك من كل دول العالم العربي. ونقاد ومبدعين واوا. وفي حرية في الانتقاد. وحرية ايضا في الاختيار. وانت كعضو مصري مش مطلوب منك تنحازل وطنك. فانت لما بتبدأ بنفسك. وتختار الاجمل. مشهود ان انت وانت في لجنة التحكيم. تختار العمل المصري لانك مصري. لا لازم تضرب المثل. بانك انت لو عمل. في دولة عربية. احلى من العمل المصري. دي له صوتك. فده عمل ضبط. للمهرجان وده له قيمة. وكل دورة كان فعلا بيحصل. انه بيزداد الرقعة. وتزداد كسافة الاهتمام. لما توقف في عشرة. بدت تظهر بقى ايه مهرجانات كتيرة. حتى بتدعي بعضها انها لا توجه عربي. لكن مجرد شكل. لكن كان هنا من مسبيره. كان هنا المهرجان. وكان هنا التوجه العربي. إذاعة وتلفزيون. انتعرف بدون قطعك الان. انا فاكر مسلا كنت عضو لجنة. جوايز. هقولك مين. ابناء الرشيد. مين. مونزر. واياد. واياد نصار. صح. حاتم علم. عملنا جايزة. جايزة دي ايه بتاع اسمها احسن ممثل صاعد. فانا ايه كان في مسلسل فيه ولد كان عجبني. فانا قلتهم بصلك معنا اقول لكم شبه مين. قلتهم فاكي الولد ده اسمه اسر ياسين ده. قلتهم يعني انا حاس جايزة انطبق عليك انا دعو من الدهام. اه. فانت رخمك تنين. جايزة مسلسل ممثل صار. انا بضرب لك ثلاثة مع اسمائك. هاسي راسين. اه. مونزر. اياد نصار. حاتم علي. لا لا لا. ومن مصر كان فيه مسلسل سعد الابيب. كان فيه اسد اخبار. هشام سليم خد خد. خد جايزة في لجنتين. الله يدي له الصح. ايه. خد احسن موثل في المسلسل التاريخي. مسلسل اجتماعي. شام سليم. مسلسل اجتماعي كان اجلال. لا وشوف. اعلمين الكبار المصريين. بقولك زي وساد سعد الابيب. بتلاقي. وساد صلاح زاكي. يعني. ما دام سلاق منصورة بينا ديها الصحة. ما كنا في الاستراحة او السستارة. نقابل كل العملقة. رحيت نشرب شاي بتاع. كل العملقة في كل المجالات. مظبوط. كبار الازاعيين. هي بقى الاستراحة دي. ده بجد مش هزار. بتديلي دايما انطباع لما بشوفها. حتى لما يلاقي ساعات كده مقتطفات. بتطلع او حاجات تلاقيها على مسبيلو زمان ومش عارف ايه. قاعد ابوص اللي هو ايه؟ يا دين النبي. نحن عندنا اسماء تخوف. وتاريخ يزلزل الدنيا. اذا استأذنكم فيه استراحة ايضا. متفاصل. ونرجع نكمل الكلام. ونكلم عليك شوية. موسيقى طيب خلصت الاستراحة الاعلانية. كان زمان نسمعش الفاصل كان زمان نسمعها استراحة بالمناسبة. طيب خلوني هرجع هنا بقى لدكتور دكتور اشرف. الكلام اللي انا عمال بسمعه ده كلام يعني رائع جدا بالنسبة لي. فانا يمكن هحتاج اكتر برضو المزيد من التفاصيل. يعني مثلا احنا كنا نشوف في مهرجانات السينما انه فيه جوائز مفهومة. يعني مثلا جوائزة احسن اخراج احسن ممثل احسن ممثل مساعد. احسن ممثلة ممثلة مساعدة الموسيقى التصويرية. في الدراما هتبقى ماشية ازاي. يعني مثلا هيبقى فيه احسن تتر مسلسل. هيبقى فيه جايزة. ويمكن احنا اتكلمنا في حاجات متعلقة شبه كده. في الفواصل بتاعتنا او في استراحاتنا. هيبقى فيه جايزة للممثل تالت الرابعة. مثلا. او للاعلان. يكون فيه اعلان معمول بجمال. لا هيبقى فيه جايزة التقليدية لسيرتك قلتها دي. حلو. ولكن الاضافة او الجديد. ان فيه تكريم للقصطى. اهو ده حلو. تكريم للقصطى. ان هو الاستوديو ده من شاشتان من غيره. اطلاقا. اهو. وزمان كنت شامع وسيل سعد اردش في مسحة قوي. نعم. فكانت علاقته بالاستوات اهم علاقته. صح. طبعا. وياخد رأيهم. انا الاضاءة تمام. عشان خبرته. التكريم التاني لمخرج منفذ. حلو ده كمان. اهو. الناس دي يعني ناس بتبزل اعظم مجبود في الدنيا. محدش بلاها شكرا. محدش بعمرة يكرمها. ومشارتي هيكون مخرج. يعني مكفر ليزل. يزل حياته كلها. مخرج منفذ صحيح. اهو. كمان رزق. اهو. وحيد محب. اهو. يعني. في اسماء كتير مهمة. اسماء كتير. صح. كان مموسلين انهم ما يمضوشوا مسلسلات. الا اذا عارف مين المخرج المنافس. اهو. يقوله فلان يقوله خلاص. دوره مهمة المخرج المنافس. اوي. جدا. دوره مهمة جدا. يعني في الدراما ما ينفعش. ما ينفعش. يطع من غير. ايضا احنا يعني. عنينا على الصف الرابع والخامس. يعني. عنينا عليهم. هنعمل ايه بقى دي مفاجآت. اه. لكن عنينا عليهم. عنينا على جبر الخواطر. عنينا على شكرا لكل نقطة عرق. مجودك مراحش يا هضر. هناك من يتذكرك. هناك من يقدرك. هنخبط على بواب ناس. ممكن يكونوا غيبين دلوقتي نسناهم. او هم انسحبوا من الحياة الفنية. لا هنقولهم انتو فين. تعالوا اللم الشامل تاني. تعالوا نسأل على بعض. احنا اسرة. تعالوا نلدم اسمينا. دي هنا بقى عقلية النقيب برضو. دي عقلية النقيب. يعني ودي حدو مهمة طب. انا هنا عايز اسأل مصطفى على حاجة. و احنا بنتكلم برضو على المهرجان يا مصطفى. وكويس انك انت ذكرت مع الله. بس اسمعلي. اتفضل فاند. فخامة الرئيس دايما بيتكلم في جبر الخواطر. اه طبعا. واحنا بنوعده هيكون في جبر الخواطر. بإذن الله. ان شاء رب يجبر بخاطرنا جميعا. قدر ما نجبر بخاطر الناس. انا بس عايز اقول حاجة. قول. ان الميزة الكبيرة اللي في الموضوع. ان المهرجان في حضننا. يعني. 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 مش مؤسسة غريبة اللي بتعمل. مش حدا غريب. اهل الفنهم اللي بيعمل. يعني هي دي. يعني هي دي. هو ده مربط الفرص. ان تبقى حاجة بتاعتنا في حضننا. احنا. بكل تفاصيلها. بكل تفاصيلها. ما هو مين. يعني فكرة. احنا بتتكلم على النقابة والمتحدة. وفي قدية. كل حاجة. ورئيس المهرجان. ورئيس لجنة التحكيل. كل حاجة. احنا. بالزبط. عشان كده في جايزة افضل قسطة. جايزة افضل. يعني. في حاجات. احنا كلنا مع الدكتور. احنا اللي حسنها. احنا اللي حسنها. حسنها. احنا عرفين قسطة ده. قيمته ايه. بالزبط. من زمان. من من. شوف انا بقولك. الساعدة في القومي. شوف الستوديو ده الى اخره. الناس دي لازم تبقى تحققها. والاهم من ده كله. ان هذا المعرجان. هيبقى بيدي نوع من المنافسة. الساعدة جاية تلاقيه. بالزبط. انا عايزة اخد احسن موسة. وده عايزة. فيه طبعا جايزة الاحسن موسة الصاعد. فيه جايزة الاحسن موسة الكوميدي. يعني اللجنة شغالة اوه. ما هو ده هيبقى من شأنه فعلا. عملية تطوير جوه الصناعة. لانه. هذا التنافس هيدفع بالمزيد من التطوير. وشكل المنافسة اختلف. دلوقتي. طبعا. لا واجود واكثر تفوقا. طيب. لا قبل تايم اوت. لسا ما سألتش مصطفى يا عمر. عمر زكريا المخري ما تدلوش جايزة. عمر. فود دي عشان تعرف تاخد جايزة قدام. ستبقى موضوعية. شد حيلك انت بقى. انا يمكن سؤال اخير يا مصطفى معيش بعد اذن حضراتكم جميعا. لما قلت انه وارد جدا انه ربانا يسهل في النسخة الجاي. بقى فيها عندنا ضيف الشرف في اسبانيا. انا اظن كمان انه استاذ طارق ودكتور اشرف قد يتفقوا معي في الفكر. هي المسألة في انه اقرب شكل فني لنا في الصورة. مش امريكا. اوروبا. وامريكا اللاتينية. وانا معاك في حكاية اسبانيا جدا. هل احنا بقى هنبدأ نعمل هومورك بتاعنا من دلوقتي يعني. هنحتاج نشوف شغل اسباني وامريكا اللاتينية كتير. طبعا. طبعا. ليه بقى عشان بس انا عندي تخوف بسيط. التناولات المتعلقة بتقاليد عامة وحدود اخلاقية. العالم مختلف عننا. هنراعي اكيد. كتير. اكيد طبعا. بس كمان شركات الانتاج اصلا بشوف الاسبانيا ده كتير اوامريكا اللاتينية ده كتير اوام. شركات الانتاج عندها عدد مهول او حجم مهول من الانتاج. هتبدأوا تعملوا هومورك دائمتا. انتوا يعدوا بها تخلصوا المهرجان اللي هيبدأ يموحدوا عشرين سبتمبر. عشان. وكمان مش هيبقى مقتصر على مسلسلات رمضان يعني نخرش على المنصات كمان. حلو. يعني انتاج المنصات. بالزبط. انتاج كله. 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 المفروض. الدنيا تفتحت اصلا. تلغي نافذة زي المنصات وتقول لي انا فقط. لا خلاص. الف سيزون. يعني كل حاجة. الف سيزون اللي هو ما بقاش الف سيزون. ما بقاش خلاص. ودي برضو كانت منضم التحركات المهمة اللي خلق الدنيميكية جوا الصناعة. المسلسل الخمس شهر. المسلسلات القسيرة. السنة بقى 12 شهر. وما عادش لازم 30. ما فيه 12 وفيه 8 وفيه 7 وفيه 5. ما عادش يقولك لازم 30 لقى مش لزي. في مشاركة للدوكيو دراما في اللي هي خاضية ما بين الوسائقي وما بين الدراما كل شيء وارد دكتور يحيى يعني عايز دس دكتور يحيى عايز دوكيو دراما لا وجود يحيى الفخراني فعلا مطمئن جدا لأنه هو متفتح الزهن ودايما بيحدث أدواته أشوفه على شاشة قد ايه متقلق لغاية اللحظة دي فهو التحديث ده او الفلان يحيى المتقلق ده دوما أنا واسخ نعمل معرجان مختلف وعصري أصله على ذكر دكتور يحيى الفخراني اللي هو ما فيش حد يختلف عليه ده طبعا ومشان اللي أشهد دكتور يحيى غير لي حياتي في حاجتين حاجة منهم خرجة ولم يعد وده جد مش زار يعني وأنا مود من أفلام خان نفير كل الناس تود من أفلام خان يعني بس كمان بالحجم العائلي لأن أنا بدأت أفكر في نفس التجربة أنا هطلع على البحر الأحمر دي هالة خليل تلميذة محمد خليل أعمل نفس المسألة وأروح أعود هناك يعني بس يعني الشاي بعمل أفعيل وفك لما هيكتمل لا عاوزني نجيلي في البحر الأحمر أنا عايز أشكركم جدا بجد على تشرفكم لينا وأشكركم جدا على أنه لما بتتكلموا على مهرجان الدراما أو مهرجان القاهرة للدراما فكان لنا حظ في أنه تتكلموا فيه عندنا في هذا البرنامج التساع على القناة الأولى لأن البداية كانت هنا البداية كانت هنا كانت فيه مسجيب أريد أن تباجي هنا في أول ما على جنات تسعينيات لو الحيطان دي تتكلم يوه حكاوي أنا عادت على كرسي أقول لي عارف الكرسي أنت أعد عليه ده بتعمل وإيه ده بتاع المسألة الصفية العمري لما كانت بتعمل مسألة الكذا فبقيت أقل أمش عايز أعود على الكرسي أمش عايز أعود على الكرسي كده هبوزوا أشكركم جدا نورتونا وشرفتونا مصطفى حجاج دكتور أشرف زاكي أستاذ طارق والجايات بإذن الله كتير وأرجوكو مش نوعها هنا من ثلاث حلقات احنا هنا من العشرات الحلقات أرجوك شكرا جدا لكم ولو كلنا العمر إن شاء الله نتقابل يوم السبت الجاي وبرنامجيكم التاسعة سلامات